دكتور أنت تتحدث عن وثيقة مكة وأنت أحد المؤسسين لهذه البنود والمضامين وعملت عليها مع مجموعة من العلماء ومفكرين كيف يمكن أن تصفها اليوم بدون دخول في تفاصيل كيف تصف هذه الوثيقة؟ هو لما تتأمل بنود الوثيقة ستقول باختصار شديد بأنها شكلت نقطة تحول في تعزيز الوعي الإسلامي وستقول أيضا بأنها ترجمت حقيقة ديننا العظيم الذي جاء رحمة للعالمين سواء تجاه القضايا الإسلامية الملحة أو القضايا الإنسانية عموما ولا ننسى كذلك بأن الوثيقة أوضحت العلاقة بين الإسلام وغيره من الأديان والثقافات وهذا الأمر مهم للغاية الحقيقة وهو يمثل في الواقع المنطقة التي أشعلها التطرف سواء عن جهل أو حتى عن أجندة سياسية الوثيقة عالجت ذلك كله بسياق إسلامي مستنير ولله الحقيقة إذا كنا نقول الدكتور أن الوثيقة شكلت تحول غير مسبوق وتحول كبير ماذا نقصد بذلك؟ كيف تم هذا التحول؟ هو العمل العلماء الكبير الذي أسفر عن هذه الوثيقة أستطيع القول بأنه رسم خارض الطريق في الوعي الإسلامي من جديد أجددت في هذا الوعي والحمد لله انطلق هذا التاريخ المتجدد لعلماء الأمة الإسلامية والملح وفي ظرفه الملح أيضا انطلق من قدسية الاستحقاق من القبلة الجامعة للمسلمين في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية وتحت مظلتهم الإسلامية العالمية وهي رابطة العالم الإسلامي كما هو نظامها الأساسي وكانت صناعة هذا التاريخ الجديد لعلماء ومفكرية الأمة الإسلامية كانت في حظ الريادة الكبيرة للأمة كلنا نعلم أن هذه الوثيقة كانت تحت رعاية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزة السعود احفظه الله كما أنه أجزل الله مثوبته استقبل علماءها وأنصتوا إليه وهو يتحدث فيهم بحديثه الضافي والشامل وكان ذلك كما هو معلوم في الرابع والعشرين من شهر رمضان لعام 1440 للهجرة نعم